الحلزون هو مخلوق فريد من نوعه ينتمي إلى عائلة الرخويات اللافقاريات وهي مجموعة من الكائنات الحية التي لا تحتوي على عامود فقري أو نظام هيكل وتعتبر الأكثر تنوعا في عالمنا إنه يعد واحدا من أكثر الكائنات التي تثير الإعجاب والتساؤل في عالم المخلوقات البحرية والبرية يوجد أكثر من أربعين ألف نوع مختلف من الحلزين تتنوع في الحجم والألوان وحتى في الموقع ويمكن أن يتراوح حجمها في أي مكان من أقل من واحد بوصة في الحجم إلى أكثر من خمسة عشر بوصة يمكن للحلزين أيضا العيشة في العديد من الموائل المختلفة سواء على الأرض الجافة أو في الماء في حين أن أفواها قد تبدو لك صغيرة إلا أنها لا تزال تمتلك أسنانا وفي الواقع الكثير من الأسنان يقال إن بعض الحلزونات لديها أكثر من عشرين ألف سن في حين أن متوسط عدد أسنانها قد يصل إلى ألف سن أو أكثر هذه الأسنان مجهرية من الناحية العملية ومن الواضح أنها ليست حادة جدا عند مقارنتها بأسنان الحيوانات الأخرى لكنها تستخدم لقشط الطعام أو تقطيعه تتشكل هذه الأسنان داخل هيكل في فمها مثل السلاحف يختبئ الحلزون في قوقعته عندما يكون هناك تهديد في الجوار نظرا لأن الحلزين لا تمتلك عامودا فقريا فمن الواضح أنها ضعيفة بالنسبة للعديد من الحيوانات الأخرى في البرية لهذا السبب تستخدم قوقعتها كآلية دفاع إنها لا تقوم باستخدامها كمصدر للحماية من الحيوانات المفترسة فحسب بل يمكنها أيضا حمايتها من درجات الحرارة المرتفعة وعلى عكس العديد من المخلوقات الأخرى فإن الحلزون لا يتخلص من صدفته ولا يشكل واحدة جديدة بل هي تنمو معه ولجعل قوقعته قوية هو يبحث باستمرار عن مصادر غذائية غنية بالكالسيوم لإنتاج قشرة قوية ومتينة تحمي جسمه الهش هناك العديد من المخلوقات في العالم التي يمكنها التكاثر بمفردها وليس لها جنس والحلزين هي واحدة منها موظم الحلزين خنثة ليسوا ذكورا ولا إناثا ويمكنهم إنتاج البويضات والحيوانات المنوية بمفردهم يمكنهم التكاثر عندما ينضجون جنسيا وعندما تكتسب أعضاؤهم الظروف اللازمة ويختلف الوقت باختلاف أنواعها موقعها وبيئاتها يمكن أن تضع الحلزونات ما يصل إلى مئة بيضة في كل مرة لكن عشرين إلى خمسين فقط منها تفقص تعيش الحلزونات في البرية لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى سبع سنوات في حين أن البعض منها يمكنه البقاء على قيد الحياة لمدة خمس وعشرين عاما تقريبا إذا توفرت له الشروط المناسبة الحلزين تعيش على الأرض وكذلك في الماء في حين أن الحلزين الأرضية هي واحدة من أكثر الأنواع شهرة على كوكبنا إلا أنها تمتلك فقط رئى واحدة في المقابل فإن حلزونات المياه العذبة والبحرية تتنفس من خلال خياشيمها تأكل الحلزين البرية مجموعة متنوعة من الأعشاب الخضراء الميتة والنباتات واللحاء والطحالب والأخشاب المتعفنة والفطريات وبقايا الحيوانات والإسمنت وصخور الحجر الجيري وأشياء أخرى مختلفة على سبيل المثال يعتبر نبات الطحالب طعاما شائعا للحلزين البحرية العاشبة بينما تأكل الحلزونات البحرية النهمة الكائنات الصغيرة الحلزين في الغالب كائنات ليلية لكن يمكنك رؤية القليل منها في الصباح الباكر أيضا إنهم يفضلون البيئات المظلمة والرطبة عندما يكون الجو حارا فإنهم يميلون إلى العيش في جحور تحت الأرض هذه المخلوقات الصغيرة يصعب التعامل معها أكثر مما تبدو عندما يصبح الطقس جافا للغاية ينامون لإفراز ما يكفي من المخاط لإبقائهم على قيد الحياة يمكن أن تدوم قيللتهم هذه ما بين بضع ساعات إلى ثلاث سنوات الملح قاتل لحياة الحلزون عندما يلامس مخاط الحلزون الذي يغطي جسمه مع الملح فإنه ينتج محلولا ملحيا عالي الكثافة يجفف جسمه بسرعة من خلال التناضح مما يؤدي إلى تكوين فقاعات ثم يتقلص ويموت بسبب نقص الماء يمكن أن تتحرك الحلزين على الحواف الحادة حتى على شفرات الحلاقة دون أن تتأذى هذا بسبب إفرازها الهلامي وهو سائل كثيف يحميها ويمنحها القدرة على الحركة بسهولة إنها واحدة من أبطأ المخلوقات على وجه الأرض بطيئة الحركة للغاية ومن المعروف أن حلزون الحديقة يصل إلى سرعة قصوى تبلغ خمسين ياردة في الساعة وهذا يشكل حوالي نصف بوصة في الثانية الحلزين قوية وشجاعة وليست ضعيفة حيث يمكنها رفع أشياء تصل إلى عشرة أضعاف وزن جسمها عندما تكون في وضع عامودي الحلزين لها عيون ربما تكون قد رأيتهم على قمة مجساتهم هذه العيون تعمل بالفعل لكن ليس بشكل جيد فهم غير قادرين على رؤية الأشياء عن بعد لذا فإن كل ما تراه الحلزونات يكون ضبابيا وغير مركز وباللونين الأبيض والأسود الحلزين مخلوقات منعزلة جدا هي ليست كائنات اجتماعية بشكل عام على غرار البشر يمكن أن تعتمد هذه المخلوقات الهلامية على زملائها في زيادة السرعة إذا اتبعوا مسار شركائهم فيمكنهم اكتساب قوة جذب الحلزون لا يسمع لذلك يصطاد الطعام بحاسة الشم إلى جانب مخالبها وطينها تتواصل الحلزين أيضا من خلال المخلفات الكيميائية على سبيل المثال تستخدم أجهزة الاستشعار الخاصة بها للتواصل من خلال اللمس بينما يمكن للأنواع الأخرى تفسير أثر المخاط لقد استخدم الإغريق والرومان الحلزون لعلاج أمراض مختلفة بما في ذلك تقلصات المعدة واليرقان ونوبات الدوار والسعال في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان العلاج المصابي لمرض الجمرى الخبيثة والسل يعتبر المرق المصنوع من مخاط الحلزون لأنه يساعد على تجديد الجلد المصاب وتنعيمه وتقليل الالتهاب لقد أصبحت أقنعة الوجه والكريمات والمواد الهلامية التي تحتوي على سائل الحلزون شائعة جدا في السنوات الأخيرة إلى جانب هذا وذاك المزارعون في تشيلي يستخدمون الحلزون لعلاج الجروح والندوب من أجل التعافي السريع وتعد الحلزين مصدر ممتازا لبروتين وكذلك للحديد الضروري من أجل بناء خلايا الدم الحمراء ودورة الطاقة في الجسم الحلزين مليئة بفيتامين بي 12 المهم لصحة الجهاز العصبي كما إنها مصدر رائع للماجنيزيوم الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتقوية العظام بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام مستخلصات الحلزون في المسحوق لعلاج الأمراض الجلدية المتنوعة مثل حب الشباب وبقع الشيخوخة والتجاعد اشتركوا في القناة